حدد إذا كان لنظام المعادلات التالي عدد لا نهائي من الحلول أو ليس له أي حلول حاولوا أولاً حذف أحد المتغيرات مثلاً المتغير X وبذلك تحصلون على معادلتين من متغيرين Y و Z اجمعوا المعادلتين الأولى والثانية والمعادلتين الثانية والثالثة أو الأولى والثالثة وبالتالي تحصلون على معادلتين من متغيرين ابدأوا بالمعادلتين الأولى والثانية لحذف المتغير X إذا ضربتم المعادلة الأولى في سالب أربعة تحصلون على سالب ثمانية X وبالتالي تستطيعون اختصار سالب 8X مع موجب 8X إذن اضربوا طرفي المعادلة الأولى في سالب 4 2X ضرب سالب 4 يساوي سالب 8X سالب 4Y ضرب سالب 4 يساوي موجب 16Y وZ ضرب سالب 4 يساوي سالب 4Z 3 ضرب سالب 4 يساوي سالب 12 والمعادلة الثانية 8X ناقص 2Y زائد 4Z يساوي 7 اجمعوا المعادلتين اختصروا سالب 8X مع موجب 8X 16Y ناقص 2Y يساوي 14Y اختصروا سالب 4Z مع موجب 4Z سالب 12 زائد 7 يساوي سالب 5 اذن 14Y يساوي سالب 5 وهكذا أصبح لديكم معادلة من متغير واحد انتقلوا الآن إلى المعادلتين الثانية والثالثة لاحظوا أن هناك 8X في المعادلة الثانية وسالب 4X في المعادلة الثالثة اذا ضربتم المعادلة الثالثة في اثنان تحصلون على سالب 8X وبالتالي تستطيعون اختصار موجب 8X مع سالب 8X اكتبوا المعادلة الثانية كما هي 8X ناقص 2Y زائد 4Z يساوي 7 واضربوا المعادلة الثالثة في اثنان اثنان ضرب سالب 4X يساوي سالب 8X اثنان ضرب Y يساوي زائد 2Y اثنان ضرب سالب 2Z يساوي سالب 4Z اثنان ضرب سالب 14 يساوي سالب 28 اجمعوا المعادلتين اختصروا 8X مع سالب 8X واختصروا سالب 2Y مع موجب 2Y وموجب 4Z مع سالب 4Z وبالتالي اصبح الطرف الايسر يساوي 0 وفي الطرف الايمن 7 ناقص 28 يساوي سالب 21 ولكن هذه الاجابة غير منطقية لانه من المستحيل ان يكون العدد صفر يساوي سالب 21 هذا يعني ان مستوى المعادلة الثانية ومستوى المعادلة الثالثة لا يتقاطعان ابدا في الفراغ الثلاثي الابعاد لانهما مستويان متوازيان هذا يعني انه لا يوجد حلول لنظام المعادلات الاجابة هي ليس له اي حلول حتى اذا كان مستوى المعادلة الاولى يتقاطع مع اي من المستويين او مع كليهما بما ان مستوى المعادلة الثانية ومستوى المعادلة الثالثة لا يتقاطعان هذا يعني انه لا يوجد نقطة تقاطع من ثلاثة محاول x, y, z تحقق من المعادلات الثلاث وهكذا انتهيتم من حل السؤال ترجمة نانسي قنقر